فيينا تنهي العمل بمتطلبات ارتداء الكيمامة في المواصلات العامة وزارة المالية تكشف عدد كبير من العاملين بالأسود في النمسا دراسة تؤكد تحسن الخطاب الديني في مساجد فيينا النمسا تسجل الشتاء الاكثر دفئا منذ عقود النمسا توقع مذكرة تعاون اقتصادي وتجاري مع المغرب النمسا تقدم دعم صيانة الاجهزة الكهربائية حتى 200 يورو لعدة مرات مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم ينتهي العمل بالقواعد الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا في فيينا اعتبارا من الغد الأول من مارس وبحسب ORF ينتهي العمل بشرط ارتداء الكيمامة في المواصلات العامة بفيينا كما تم الغاء اختبار PCR لزوار المستشفيات مع الابقاء على استخدام الكيمامة للزوار والعاملين في قطاع الصحة يذكروا ان الحكومة الفدرالية اعلنت مسبقا عن نهاية لوائح كورونا بشكل تام بحلول الثلاثين من يونيو القادم نجحت اشرة المالية بكشف عدد كبير من اوكار المقامرة الغير قانونية كما تم الكشف عن ما يقارب من خمسة الاف موظف يعملون بالاسود وقال وزير المالية ماغنوس بغونا من خلال هذه الضوابط نحمي المصالح المالية للنمسا وبالتالي مصالح دافعي الضرائب مؤكدا ان الذين يتهربون سوف يعاقبون وأوضح برونا ان الشرطة المالية نفذت حوالي 27 الف حص وطالبت غرامات قدرها 18 مليون يورو وصادر 384 جهاز مقامرة نشر صندوق الانتماج النمساوي OEF الجذء الثاني من دراسته حول المساجد في فيننا مؤكدا تحسن النتيجة مقارنة بدراسة سباستيان كورتز قبل ستة أعوام وتوصل مؤلف الدراسة انه لم يصل اي من المساجد الى مستوى مثالي ولم تكن هناك اي اشارة واضحة للانتماء للمجتمع النمساوي ولكن تراجع الخطاب القومي وقد تم فحص خضب الجمعة في 14 مسجدا في عام 2020 واكدت دراسة ان المركز الاسلامي في فيننا يمثل نموذجا مثاليا خاصة انه يقدم محتوى بالالمانية والعربية قال خبراء التقص ان النمسا سجلت الشتاء السادس الاكثر دفئا في تاريخ القياسات منذ 256 عاما وذكرت ان هذا الشتاء كان اعلى ب2.8 درجة فوق المتوسط في الاراضي المنخفضة و2.3 درجة في الجبال وكان التقص اقل برودة وبلغ درجات الحرارة في الجبال بداية العام 20 درجة وكان هناك اختلافات اقليمية كبيرة ففي الغرب كانت جو اكثر جفافا بنسبة 15 الى 60% وفي الجنوب والشرق كان 15 الى 45% من الرطوبة وهطول الامطار وقعت الغرفة الاقتصادية النمساوية والاتحاد العام لمقاولات المغرب مذكرة تفاهم بهدف تعزيز المبادرات التجارية والتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وشدد رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية ان هذه شراكة مربحة للطرفين اذ تسمح بتنظيم بعثات تجارية وتشجيع مشاركة رجال الاعمال في كلا البلدين في المعارض والاسواق الدولية المنظمة في كل من المغرب والنمسا وتأتي هذه الاتفاقية ضمن زيارة المستشار النمساوي كارلني هامر الى المغرب في ذكرى مرور 240 عام لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين علنت وزارة المالية عن تقديم دعم اصلاح الاجهزة الكهربائية في النمسا لكل شخص بقيمة 200 يورو ولعدة مرات وذكرت الوزارة انه بسبب ضخم الحاصل تم تقديم المكافأة العام الماضي وهي متاحة هذا العام والهدف هو اعفاء الاشخاص المقيمين في النمسا من التكاليف الاضافية المفاجئة ويمثل هذا بشكل عام 50% من تكاليف الاصلاح وبحد اقصى 200 يورو ويتم التمويل من وزارة المناخ ويتم الدفع الى شركة الصيانة مباشرة ويدفع مقدم طلب الفرق بنفسه وللحصول على القسيمة بامكانكم زيارة موقعنا المميز كانت هذه نشرةنا لهذا اليوم شاركونا تعليقاتكم كنت معكم في نار الحامد لكم مني اطيب التحيات والى اللقاء اشتركوا في القناة